شهيقة الارتفاع تعانق السحابة كثيرة المنحدرات ضيقة المساحة يكتنفها الموت من كل جانب إنها طريق هيجة العبد الواقعة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحجة جنوب محافظة تعز يبلغ طولها 9 كيلومترات وتعد الشريان الوحيد لمحافظة تعز ولخمسة مليون نسمة تمر فيها باليوم الواحد مئات الشاحنات والمركبات التجارية لكنها مؤخراً تتعرض باستمرار للخراب والتوقف فتتضرر مصالح المواطنين وتتعالى أصواتهم وتزداد شكواهم الطريق مصاح فاير يعني معالمنا كثير بالحوادث زحمة الطريق معالمنا الحفاغ يعني شيء تصلوح وما يعني كل شيء رغم الاعتماد الحكومي لصيانة وإصلاح طريق هيجة العبد بـ 260 مليون ريال يمنية قبل عامين والشروع بالتنفيذة إلا أن أسباباً كثيرة أعاقت استكمال الصيانة منها ما هو بعامل الجغرافية المتمثل بتساقط الأمطار والإنهيارات الصخرية المتكررة التي تخلف خسارة في الأرواح والممتلكات ومنها ما هو بعامل الإهمال والتصيب والتلاعب والفساد في أروقة الجهة الحكومية وأجهزتها التنفيذية والرقابية تعتبر الطريقة مهمة جداً في الرابطة ما بين تعز وعدن وتخدم أكثر من خمسة ملايين السماء وإذا تهدمت هذه الطريقة فيعتبر تعز محاصرة بشكل كلي ونناشد رئيس الجمهورية وفخامة رئيس الجمهورية وأيضاً دولة رئيس الوزراء بتدخل العاقل في صيانة طريق هيجة العبد هذه الطريقة الآن مهملة أو فيها صندوق صيانة الطرق تكفل بإصلاحها لكن الطريق لم يصلح أبداً قاموا بمرحلة أولى بسيطة والآن تحتاج المرحلة الثانية صرفت أموالها ولم يفعل منها شيء الدولة مهملة هذه الطريقة الشرائية مهملة هذه الطريقة تعتبر طريق هيجة العبد من أهم طرق الجمهورية اليمنية على الإطلاق لذلك فإن حكومة الشرعية وأجهزتها التنفيذية تتحمل كافة المسؤولية إذا توقف هذا الطريق الاستراتيجي الهام الذي يربط بين المحافظات الشمالية والجنوبية ويعد المنفذ الوحيد لمحافظة التهزة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة